يقول الإمام ابن أبي شاما هناك كتاب اسمه الباعت على ترك البداء والحوادث بحالها كي العقد عليهم العلماء الشفيعية قال لك وكان يراه في القرن الأول بعد طلوع الفجر القرن الأول طرقات مملوئة من الناس يمشون في السروج كي يزمعهم القنديل مع الضلام كي يشدوا يمشون في السروج ويزدحمون فيها إلى الجامعة كأيام العيد حتى اندرس ذلك اندرس قلة وذهب وارتفع فقيلة أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامعة السيد كي عود شي حاجة بحال لش فيتابعينك الناس بكريف القرن الأول كي يخرجوا من الفجر كي يغترسلوا كي يجيوا للجامعة هذين معهم ذاك القنديل الفتيلة باش يشوفوا الطريق باش يبالوا هم الترق فين غادين كيتزحموا في الطريق كان هذك ابنته مرت هذا العفري التاعب كان صحابه الأولين اللي فتت كبيرة الإحرام كي يجلده اللي فتت ركعة عشرات جلدة اللي فتت جوجة ركعة عشرين جلدة كانت يا ربي كي يستعد باش يكون دولة وكانوا الناس في الزمن انتاعوا يموتوا بالزحام في المياضي المياضي فين تيتضّة والناس كليه يموت لم يكثرة لو أدعوك كي يصلي كي يصلي كي ليس يسبق باش ما تفودوش كبيرة الإحرام ده بالنس فين كيموتوا بالزحام يعقم عفتوه فين تيموتوا على الدنيا وتيموتوا في الملاعب وتيموتوا في المراجنات يبجغ شي 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 يدفع شي يتردمو TIMA وإذا بعد نحنا شهيد لخشبه شهيد للرياضة شهيد لمحراش شهيد وشي شهيد واحده ما تكيشرب قال لك شهيد سير لا يصخر مصطلح الشهداء نجسوت تاوه ما بقال عنده تقييمة كل شي يقول له شهيد واحد هاز العود يتطه على وجهه شهيد لفن نزيد الله يرحمه ولكن تقول شهيد لا والله يرحمه والله يغفر لي أشهد النفاق هو رعا مسلمية الله يرحمه والله يغفر لي ولكن تقول شهيد يكودي له بس يسلي مات كي يسلي ما نقدرش نقول عليه شهيد مات في ساحة ذي الحرب تقاتل ما نقدرش نقول عليه شهيد الله يعلم النية جيل وش كلها عرفها الله النية لا يطلع على إلا الله إذن قد يتأخر التبكير التأيير مهيم ما كيفرط فيها الناس بزاف ما على أسف إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر